تعب الإرهاق والإجهد وغيرها من المشاكل التي يعاني منها بزاف ديال النساء نتيجة المسؤوليات اللي يقوموا بها كل نهار خفق اللقاء المرتفاع الدقات دياله السخفاء والصهقة وغيرها من المشاكل اللي يقدلها لأنك يعيان وتعبانا حلقتنا اليوم وصفة طبيعية مجربة 100% عندها فائدة ونتيجة ماشي مجرد مكونات عشوائية لجلب المشاهدات وصفة عندها مصداقية خدموا بها مواتنا وكذلك جدواتنا منذ زمان وأكيد أكيد تنتيج غدية علمها البنيتاتك اللي يخليهم لك حلقتنا اليوم غدية تكون منورة بتواجدك وكذلك بتشجاعتك لنا أول شيء شكر خاصة للناس اللي كيديروا أو لعلى للناس اللي كيديروا لايكات للفيديوهات لأنهم أغلبتهم أغلبتهم جميع الفيديوهات عندهم لايك كتر من لايك هذا تكليف لنا ماشي تشريف وانتمنوا إن شاء الله بإذن الله جميع الوصفات اللي كانوا فيكم بها تقيدوها في واحد الكتاب عندكم أولا في واحد لجندا لأنه وللأسف شديد وصفات من التورات المغربي الشعبي لما بقيناش كنز تعملوها وبدأت كتنداتر هاتش اللي شبهين نعود نحيوها ونخليوها كنز لنا ولوليداتنا من توراتنا المغرب ومن وصفات الجدوات دينا غادي نعطيك كذلك في خلال هات الحلقة مجموعة جهي الأسباب اللي تقدر تأثر عليك ولي تقدر تكون سبب في التحب والإيجاد اللي غادي تعرف عليها أول مرة ونمت أكدا متأكدا 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 بأنك عمرك ما عرفتها أول عمرها ما طحت لك على البعا إلا كنتي أول مرة تشوفي القناة غادي نقول لك ألف 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 مرحبا بك ضغط على زر الشراك سبسكرايب سابوني كذلك ضغط على زر الشراك دريد تو نوتيفكاسيون أو جميع الإشارات للتوصل بجديد الفيديوات عما إلا كنتي من ناس ديال الدار واللي أكيد من ناس اللي بادين معايا القناة من البداية ديالها أو حتى الوصفات اللي كانت لمدة ديالهم عشر سنوات غادي نقول لك الدار دارك ما تحتاج عراضة ألف مرحبا بك وأكيد وفائك للقناة وتواجدك فيها في جميع الفيديوات على مدار ثلاثة ديال قناة منتلززة وصفتها بالبديل والأعشاب مع أخني فيسا ويدخني فيسا وكذلك القناة الرئيسية قناة حلويات أم عبد المغيت أكيد تواجدك فيهم شرف كبير لي ونتمنى دائما أنني نكون عند حسن ضن الجميع نبدأ على بركة الله بسم الله الحلقة ديالنا ونتمنى وأنا كنت بقى معنا آدان صاغية وما تفلتوا التدقيقة من الفيديو لأنه كامل إفادة لكم وغاتي نخدكم من العياء والتعب والإرهاق والسخفة ديالقلب إلا كنتي أول مرة كتكتشفي معايا القناة نتمنى أنك تغطي على زر الشراك سابسكرايب سابوني زر الأحمر اللي قدامك للتحقيق بالقناة لأنها فعلا فيديوهاتها صادقين مية في المية ووصفتها ما ضيرنش نهائيا ليست بوصفات منقولة إنما وصفات الجدوات وصفات ديالنا تزمان لأكيد أكيد 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 عاشوا بهم جدواتنا ومواتنا واليوم كذلك نتقسمهم معكم باش تستفدوا تنتوا موحنا منهم دغطي على زر الجام إلا إليك ودركوا نوتيفيكاسون مع درس أو تميلا الإشعارات للتوصل بجديد الفيديوهات إيوا نبدأوا على بركتي للحلقة ديالنا ونقص وقلام اللي حديث حتوها لنعليكم من بين الأسباب اللي كي يسبن لك المشكلة ديال الإرهاق أو العياء والتعب خاصة كي تعرفي بعد الحالة ديالك كيف ديرها والمشاكل الصحية لك تعاني منها بحيث ان خلال في الغدة الكادرية هو تكون عامل ديال تعاب والارهاق وخمت ديالي تحجمشي بشرط انك يتشقعي بشرط انك يتخملي بشرط انك يتوقفي بحيث ان الغدة الكادرية كيف سبق وذكرت كتعمل على انتاج مجموعة ديال المكونات اللي كيعطيو للجسم ديالنا القوة والقدرة باش نقوموا بالاعباء ديال النهار هذا الشيء غدي نتكلموا عليه في حلقات اخرى ماشي الغدة الدرقية انما كنقول الغدة الكادرية لأكيد الجسم ديالنا متواجدة فيه ولكن احنا بزاف الناس كنجولوها ومتنعرفوهاش وهذا اسم جديد على بزاف ديال المتتبعات اللي نتمنى انهم يستخدموا معنا من خلال هاد الحلقة نبدأ وعلى بركة الله من بين الاسباب وراء الشعور بالتعب الدائم والارهاق هو خمول في الغدة الكادرية الغدة الكادرية اللي عندها تدور كبير في الجسم ديالنا ولي كتفرز هرمون مباشرة في الدم اللي كيجعل الجسم ديالنا ناشيط وفي نفس الوقت كتنقص من الشعور او لشعور الاعطاء بالتعب والخمول سترجعوا لهذا الموضوع في حلقات اخرى وفيديوهات اخرى اكيد سنعطيوه وصفات اللي سيشجعوا الغداد الصماء او اللي سيشجعوا الغداد باش يتعمل بالطريقة احسن وافضل من وراء الغدة الكادرية قدر يكون عندك مشكلة في الغدة الدرقية واللي اكيد هناك اختلاف كبير بيناتهم قدر رجعوا له ان شاء الله باذني الله كذلك عدم نومك بوزيسيون اولى اه بطريقة اللي هي مريحة اولى لا في راش اللي هو مريح كيخليك انك مع صباح تعري بالتعب تحسي بالعياء تحسي بانك ما مرتحش انك ما كنتيش في وضع عياء اللي الجسم ديالك كيرتاح فيها اولى كيقوم بالوظائف دياله بشكل عالي يعني كنتي ما نكشف الناس اما بمخدة اه تكون عالية اولى كنتي كتعاني من مشكل ديال الفراش اللي كيكون دفوع قازح واللي كيخليك انك تنظم اصبح من ديك دقاغ وعيانه وتعبانه الى ما كانش عندك هاد المشاكل بجوش يقدر يكون عندك مشكل ديال استهلاك سكريات بزاف شائل للأسف شديد كيخلي الجسم ديالك يتعب لانه ولا تعبات البونكرياس كيتعب الجسم ديالنا نتمنى 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 انك تكوني من الناس اللي ماشي بحالي ما تسهلكيش بزاف ديال السكريات حاولي نتمنى انك ما تكونيش تبهلي لانا انا من الناس اللي مدمنين على الشوكولاتة خاصة شوكولاتة السوداء اولى شوكولاتة اللي تكون حل اللي في نسبة الكاكاو مرتفعة وتيكون مر الى كنتي من الناس اللي تعزيز عليهم السكرية تعزيز عليهم الكاك والحلويات عارف راسك بانك يحبيب استخدية تعنيم اللعية والتعب كذلك الى كنتي من الناس اللي ياخذوا مأكولات دهنية وجبات تقيلة تهيك السبب التعب والارهاق بحيث انها باش كتتضم في الجسم ديالك اولى باش كيتتخلص من الجسم ديالك والجهاز الهدمي بصعوبة 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 هالشي اللي شي قادي نقول لك حاولي ما امكان انكي ديري فحص ديال السكر اولى ديري فحص لمرض السكر والكوليسترول لانه كيعيق دورة الدموية بشادية الدور فقر الدم من بين الاسباب الكبيرة او للكتيرة اللي يخليوا الناس كيعانيوا من مشكل ديال التعب بسبب قلة الكوريات الحمراء في الدم ديالنا الشي اللي كي ادبينا للتعب ونقص الحديد نقص الفيتامين بيدوز وحمد الفوليك من بين اهم الاسباب اللي كتعتك هذا التعب حاولي تبحتي او لتابعينا في الحلقات القديمة على قناتكم قناة حلوية قناة وصفات بالفديو الاشب مع اخلين في ساوي دخلين في ساولة مهم تلزيزة غدي نعطي حلقة خاصة بمكوين ساولة بأغذية لغنية بالفيتامين بيدوز وغنية بالحديد بحيث ان نقص ديال هادوز فيتامينات كي ادي لنا المناعة انها تنزل وكي ادي بنا كذلك لتصلب المتعدد في الشرعين ديال الجسم ديالنا وكذلك المفاصل اذا حاولوا انكم تعتمدوا او لا تراقبوا واش عندكم فقر الدم او لا كذلك اللي كنتك تعانين من مشكل ديال القلب او لمرض القلب تيكون عندك سبب تيكون سبب في الاجهاد وفي التعب والارهاق الدائم حاولي انك يتزوري طبيب القلب وتشوفي واش فعلا فعلا القلب ديالك سليم او لا خاص ادوية اللي تعاونك واللي كذلك تساعدك باش القلب ديالك يكون مزيان هناك اللي في كتشوفي معي اخديت شوية ديال الليمون اعرف الفيتامين دياله او لا البرتقال بنسبة الناس اللي كتابعونا من دول اخرى وكتابعونا من جزيات اخرى هنا يعدنا البرتقال اللي كيكون لون دياله برتقالي او لا ليمون كيف كان قولوليها احنا بالدرجة المغربية العامية هاتين ناخد منو شوية وغدا نوضعو بهذه الطريقة وغدا نبدأ نطحن مع اصفر بيضة ولكن حداري 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 من هاد الوصفة الناس خصهم ما يستعملوهاش الا معرفتهم واش مناسبة لهم او لا لانهم كنين حالات لمنوعها لهم هاد الوصفة واكيد غادي ندرجوها فهذا الحلقة ان شاء الله بابن الله كذلك من بين المتلازمات ديال تعب وعدم القدرة على الوقوف بالزافة عدم القدرة على بدل المجهود الم في الرأس كذلك خلت انهم متغيرات في الوزن الى كنت تعني من مشكلة ديال اكتسبتها هو كيعطي قد القلب اللي كتكون مرتفعة كيعطيك صخفة وصهقة في القلب ديالك كذلك الى كنت تعني من مشكلة ديال الخلق تيأثر عليك بزاف 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 هذا الشيء لا ازالك اقول لك حاولي انك تخرج من الدوامة ديال الروتيني اليومي حاولي انك تبعدي من مشكلة ديال تكرار حياتك النهار بنهار بالنفس الشكل حولي كل نهار تجيب حاجة اللي هي جديدة فحياتك لأن هذا الشيء يعطي الجسم ديالك قوة أكتر وأفضل باش غالي يتقدر أنك تتحرك وتعيش نهارك بدون تعب معمرك ما ترحقي راسك أو تدري فوق جهدك لأنك تنتي إنسان وبشار ومحتاج للراحة حول الأعمال ديال الدار أو ديال المنزل ما تخليش راسك انتي لمسؤولة لهم فقط إنما قسمها ما بي الأفراد ديال العائلة ولو يكونوا وليدات صغر ماشي مشكل غير هادك الوليدة أو البنيتة إلها خشادوك سبابة في الماريو وإلها زادوك الحواج من بره ودخلهم في شبيكة وإلها دارت قيشرته في الماريو ودارو في البلاسة المخصصة وإلها ديال الحواج وإلها جوهم مسخي نحطهم في الماكينة أراه شيء كبير لك ينقص عليك من تعب ديال النهار ديالك والجهد اللي كانت بدلي وهكا غدي تقدري أنك تعتر راحة لنفسك ومترها قيش راسك لأنه الجسم ديالنا اليوم كيسبر غدكي سبر اليوم كيسبر غدكي سبر اليوم كيسبر غدكي سبر كيجي واحد الوقت صافي ما تيبقاش نهائيا قد أنه يتحمل وهنا يا البنات ما غديش لقاو نهائيا أي حل اللي غدي اعتقنا من هالدوامة لأنه متأكدة بأنها صعيبة على الأمهات باش غدي سعيروا ويكملوق المسؤولية مع ولداتهم لأن الطريق ما زال طويلة 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 كاملة عطارات وكاملة عقبات والله يقدرنا ويقدركم عليها في هذا الوقت غدي رجعوه للوصفة ديالنا اللي ضفت أصفر بيضة غير هو بالنسبة لأصفر بيضة اللي ضفتها خاصها تكون بلدية ما تكون شرومية لأننا نحن بغينا نستمنده منها تهدك الكالسيوم أولى الحديد اللي كيكون في البيض الشيء اللي كيساعدنا على محاربة تعب ومحاربة كذلك فقد دم اللي كيأدي بنا للتعب كان عادي نأكد بالنسبة لبيضة تكون بلدية يعني ديال دجاج طبيعي مئة في المئة غير مصنع وكيف ما لحظتم معي من خلال الفيديو أنني ضفت مكونات إضافية للعصير أحسن شيء وأفضل شيء هي أنكم تشوفوا الحالة ديالكم واش مناسبة لها المكونات اللي استعملنا أولى بالنسبة للمكوين الآخر اللي استعملت في الزلافة أولى في جبانية هي الوصفة اللي كنت تقسمت معاكم قبل ديال فصل الشيطة أولى فصل البرد اللي ديجا تقسمناها وشرحناها قبل وأكيد بزاف الناس غادي سهولوني واش ممكن أن مرضى السكري ياخدوا هاد الوصفة غادي نقولك إلا كنتك تعاني من المشكل ديال السكري ضيف ملعقة واحدة من الوصفة اللي كنا قدمنا قبل أو لمن الغبراء اللي قدمنا قبل اللي كتنزل السكر وكذلك تخلي الخزانة عندك نازل أو لكتخلص لجسم ديالك من السكري اللي مرتفعة غادي نضيف لها الخليط ملعقة واحدة تكون شوية عامرة ووافية أما بالنسبة للحالة ديالهم معادية غادي ضيفوا ملعقة ديال اليانسيون أولى ديال النفع على فكرة بالنسبة لهاديك اللي شفته معايا فست زلافة ماشي يانسيون وماشي نفع لأنها كيف كتشوفوا معي اللون ديالها مغلوق وفيها البيض هي وصفة اللي كنا نختمناها بعديتنا ديالناس ديال يصحب سكر غادي تطرحوا لي السؤال لشكون الناس اللي مستحل أو للي مينكش لهم أنهم ياخدوا هاد الوصفة بالنسبة لهاد الوصفة ممنوعة على الناس اللي سيعانيوا من الكوليستيرول أو لا كيعانيوا من الدهن التولاتية لأننا نحن عارفين بأن الأصفر ديال البيض غني بالدهنيات أو غني بالمواد الدهنية وممنوعة على الناس اللي سيعانيوا من الكوليستيرول وصفتنا اليوم أكيد 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 من اللي غادي تجربوها غادي تعتمدوها وبقاءت حاجة وحدة ووقت الاستعمال ممكن أنك تأخذها أولا تستعمليها في أي وقت بغيتي لكن من الأفضل أنك تأخذها مع الصباح قبل من الفطور سنة مدة دي 30 دقيقة بينما دارت في الجسم ديلك أولا في الدات ديلك ومن بعد فترة بشكل عادي الجانب أنك تأخذ من ورها أتي أولا الشاي وجانب كذلك أنك تأخذ القهوة أولا تأخذ الحاجة اللي كتحتوي على الكافيين كمية كثيرة الشيء اللي كعرقل لإمتساس ديال المواد ديال هاد الوصفة كيف قلت لكم الحلقة ديالنا شرفت على الانتهاء ديالها ويمكن قبل لما نودعكم يمكن الوصفة تعطيوها حتى لوليداتكم ما بقى ليعائلة نقول لكم تلوا في راسكم شكر خاصة على المتابعة والله يدوه من المحبة بيناتنا شكرا 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 اصلاح شكرا 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 اشتركوا في القناة